موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية مع العنوين موسيقى على وقع تصعد وطيرة الاحتجاجات الإسرائيلية طيرون وعسكريون يعلنون وقف التطوع واستتحذرات من تأثير الانقسام على جيش الاحتلال موسيقى واستتحذرات من انزلاق النزاع في السودان إلى حرب أهلية إثيوبيا تحتضن محادثات بحثا عن حل موسيقى تزايد الانتقادات لقرار واشنطن تزويد كييف بأسلحة عنقودية وإسبانيا تتهم الولايات المتحدة بالتفرد بمعزل عن حلف النيتو موسيقى في ختام زيارتها لبكين وزيرة الخزانة الأمريكية تقول إن انفصال اقتصاد البلدين سيكون كارثيا وتحرض الصين على وقف دعم روسيا موسيقى كوريا الشمالية تنتقد دعم وكالة الطاقة الذرية لخطة اليابان بشأن تصريف مياه فوكوشيما النووية وتتهمها باعتماد معايير مزدوجة موسيقى تجددت التظاهرات في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع السابع والعشرين على التبالي احتجاجا على التعديلات القضائية وذلك بمشاركة جنود من الاحتياط وعناصر من المساد والشباك والشرطة وقبل يومين مما يسمى يوم الغضب تظهر في تل أبيب أكثر من مائة واربعين ألف شخص بحسب تقديرات الإعلام الإسرائيلي أما منظم الاحتجاج فرفعوا الصقف وحذروا من يوم تظاهرات غير مسبوق الثلاثاء المقبل إذا جرت تصديق على اقتراح قانون التعديلات القضائية الحكومة مستمرة في دفعنا إلى حالة من الفوضى للأسف لا نعرف لا أحد يعرف ما سيحدث هذا الأسبوع في إسرائيل ولكن من الواضح أن الأمور لن تكون كالمعتاد الناشطون والمحتجون من مختلف الحركات وجنود الاحتياط لن يتابوا إلى الخدمة لأن واجبهم هو حماية الديمقراطية وهو ما سيفعله الطيارون والاطباء وموظف رعاية الصحية وغيرهم أيضا في غضون ذلك أعلن أكثر من أربعمائة وعشرين جنديا احتياطيا في وحدة الكوماندوس البحرية الشيط 13 أعلنوا أنهم سيقفون تطوعهم في الاحتياط لغاية وقف التعديلات القضائية وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الجنود وجهوا رسالة إلى وزير الأمن أفغالنت قالوا فيها إن العقدة بين الدولة والمواطن في إسرائيل انتهك مجددا وانتقدوا إصرار الحكومة على التعديلات القضائية في وقت تواجه فيه إسرائيل مشاكل كبيرة بحسب تعبيرهم وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن سلاح الجو الإسرائيلي يقترب من أكبر أزمة داخلية منذ إنشائه واستحديث عن الإعلان رسميا الثلاثاء عن وقف تطوع مئات الطيارين في الاحتياط رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي السابق عمي أيالون حذر من أن الصدع والانقسام في إسرائيل أعمق من أي وقت مضى وقال خلال تظاهرة أمام منزل وزير الأمن يوف كالينت إن انقلاب النظام في إسرائيل سيدمر الجيش إلى الضفة الغربية حيث زارها ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين المحتلة زفن بوركتزورف وشدد على أن الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما وقال إن مجره انتهاك للقانون الدوري وأكد خلال تفقده وثلاثين دبلوماسيا أخرين أثار العضوان في مخيم جنين أنه جرى تدمير عشرات البيوت وأنبيب مياه الشرب والصرف الصحي ودعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات غير القانونية ومحاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم سنرى في الاتحاد الأوروبي ما يمكننا القيام به مع شركاء إنسانيين آخرين لتوفير التمويل وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في المخيم لكن هذا لا يفيدنا ما لم نجد حلا سياسيا يوقف القتل والدمار على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين الذين ينشرون الرعب بين الفلسطينيين وعليها أن تتحكم في الاستخدام المفرط للقوة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي عند تنفيذ مثل هذه العمليات بوركسدورف طالب خلال جولته بإنهاء دوامة العنف في أسرع وقت دائرة العنف هذه يجب أن تنتهي إن لم يكن هناك حل سياسي للصراع فسنبقى في مكاننا لأسابيع وأشهر وسنوات ولن يتغير شيء الأمر يتطلب عملا من الجميع لوقف دوامة العنف هذه وإنهاء الاحتلال وإيجاد حل سياسي للفلسطينيين وينبغي أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على الحكم بفعالية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال انتخابات ومن خلال الوحدة ضمن خانة سبحة بن نشر كشفت كتيبة جينين التابعة لسرائي القدس عن عدد من مسيرات الاحتلال التي تم إسقطها خلال معركة بأس جينين وكانت كتيبة جينين قد أعلنت خلال العدوان الإسرائيلي على المخيم والذي استمر لأربعين ساعة عن أسقاطها خمسة مسيرات بالإضافة إلى أعطاب عدد من آليات الاحتلال في لبنان دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا دولة لبنانية إلى التحرك سريعا لإلزام العدو بالتراجع عن الخطوات التي اقتطع بمجيبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر وأكدا أن جميع اللبنانيين والدول الشقيقة ستكون داعمة لها في حقها السيادي دولة اللبنانية معنية أولا ودون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر وستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديدة من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعما لمطلبها وحقها المشروعين إلى السودان حيث تتواصل المعارك في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تحذيرات من تحول النزاع إلى حرب أهلية في ظل ارتفاع حصيلة الضخايا وكان قد قتل أمس نحو 22 مدنيا بقصف لطائرة الجيش السوداني على أمدرمان بحسب بيان لوزارة الصحة وهو ما نددت به الأمم المتحدة الجيش من جهته قال أن قواته نفذت عملية نوعية في المدينة أدت إلى مقتل 20 عنصرا من المتمردين وتدمير أليات قتالية في موازات ذلك اتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستهداف الأحياء السكنية والمدنيين غرب أمدرمان هذا وتحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات للتوصل إلى حل في السودان ذلك بمشاركة أطراف سودانيين إضافة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة والسعودية وأعلنت منظمة الإيقاد عن هجوء عن جهود لعقد لقاء مباشر في أديس أبابا بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داقلو وهو ما يرفضه البرهان ما دامت كينيا هي التي ترأس المنظمة في الوقت الحالي وصلت تهمات من الخرطوم لنيروبي بعدم الحياد في هذا الملف عقب انتهاء زياراته لتركيا استحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي خمسة أسرى من قادة كتيبة أزوف الأوكرانية والذين كانوا في تركيا بموجب شروط تبادل للأسرى مع روسيا العام الماضي مقطع فيديو أظهر لحظة استقبال زيلنسكي للقادة الخمسة حيث عادوا معه على متن الطائرة إلى أوكرانيا بعد توسط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق في صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييفا في اليوم الخمسمائة من هذه الحرب أعدنا إلى الوطن خمسة من أبطالنا من قادة الدفاع عن ماريوبل وأزوف ستال لقد كانوا يقاتلون من أجل أوكرانيا ولجوا من الأسر الروسي هؤلاء الأبطال أمضوا أكثر من ثلاثمائة يوم في تركيا وحان الوقت لأن يكونوا في وطنهم وفي تعليق على عودة قائد أو قادة كتيبة أزوف إلى أوكرانيا أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تتفهم الضغوط التي تتعرض لها أنقرة في سياق الاستعداد لقمة النتو المرتقبة بيسكوف أشار إلى أن قرار أنقرة تسليم زيلنسكي قد تأزوف يعد انتهاكا للاتفاقيات القائمة ولم يتم أخطار روسيا بالخطوة وأضاف أن القرار مرتبط بشكل مباشر بفشل الهجوم الأوكراني المضاد ولا يضع نفذيه في موقف يمضحون عليه انتقدت إسبانيا قرار واشنطن نقل ذخائر عنقضية إلى كييف للمرة الأولى وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس شددت خلال تجمع في مدريد على أن قرار إرسال هذا النوع من الأسلحة تخذ من قبل حكومة الولايات المتحدة بشكل منفرد وليس من قبل حلف النيتو وأكدت أن بلادها مقتنعة بأن هناك أسلحة وقنابل لا يمكن توفيرها تحت أي ظرف من الظروف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وفي تعليق على القرار الأمريكي قال إن بلاده هي من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحضر إنتاج الذخائر العنقودية وتحث على عدم استخدامها المملكة المتحدة هي من الدول الموقعة على معاهدة تحريم الأسلحة العنقودية ولا تشجع على استخدامها سنواصل دورنا في دعم أوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي لقد دعمناها بالدبابات ومؤخرا بالصواريخ البعيدة المدى ونأمل أن تواصل الدول دعمها يجب أن نتصد للغزو الروسي بشكل جماعي وسننقش هذا الأمر في قمة الناتو في لتوانيا الأسبوع المقبل وكيف يمكننا تعزيز دعمنا لأوكرانيا أفدت توسائل إعلام غربية عن مصدر في حلف الشمال الأطلسي بقوله أن ألمانيا ستدعو في قمة الناتو المزمع عقدها في فيلينيوس الأثنين إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بسبب مخاوف من حرب مع روسيا المصدر أشار إلى أن ألمانيا تريد أن يكون لديها وقت لتطوير الضمانات الأمنية وبالتالي لمنع العضوية فعليا وأضاف أن ألمانيا لا تريد من فلاديمير بوتين أي اختبر المادة الخميسة من مثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي والتي تنص على أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد طرف منهم يعتبر عدوانا عليهم جميعا المرشح للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور شدد على عدم وجود طريقة يمكن فيها لأوكرانيا هزيمة روسيا وقال أن أوروبا وقعت في ورطة خطيرة بانخراطها في أزمة أوكرانيا لا أعتقد أن هناك أي طريقة في العالم يستطيع فيها الأوكرانيون هزيمة الروس أعتقد أن أوروبا في ورطة خطيرة الآن في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ترى كل عمل الشغب هذه في هذه البلدان هناك مشاكل داخلية فيما لا توجد رغبة في أوروبا بإرسال مواطنيها إلى الموت من أجل أوكرانيا ولم يبقى لدى الأوكرانيين أحد إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهدة لأداء وعمل مروحية مي ثمانية وعشرين أن المعروفة باسم صياد الليل في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن تواقم هذه المروحيات هاجمت التحصينات والعربات المدرعة للقوات الأوكرانية ودمرتها وكانت قد انتشرت مشاهد لموصف بعملية إبادة القوات الروسية لدبابات ومدرعات غربية في منطقات العملية الخاصة وذلك في حقل ألغام قبل أن تجهز عليها قوات المدفعية وأظهر الفيديو مشاهدة ذكر أنها لمحاولة مجموعة من المركبات المدرعة التي سلمها الغرب لأوكرانيا تقدم في منقاطعة زاباروجيا باتجاه الدفاعات الروسية في الأيام الأولى من هجوم كييف المضاد حيث انفجر لغم أرضي بدبابة لتتوقف القفلة بارتباك فتقوم المدفعية الروسية بالقضاء على الدبابات والمدرعات واحدة تلوى الأخرى من دون السماح للمركبات التي حاولت الفرار بالإفلات من نيران القذائف الروسية الموجهة وزير الخارجية الجزائري في طهران في سياق العالم وصفت الزيارة التي تتزامن مع أحداث إقليمية ودولية ساخنة وقد تخللتها مباحثات في غاية الأهمية على حد تعبير المضيف أجرين محادثات ثنائية مهمة جدا حول القضايا الإقليمية والمستجدات في المنطقة الجزائر لم تسمح بعضوية الكيان الصهيوني المزيف في الاتحاد الإفريقي وهي من أبرز الداعمين للشعب الفلسطيني كما أسهمت في عودة سوريا إلى الجامعة العربية تقارب في مواقف البلدين قد يصل حد التطابق في كثير من الأحيان ولسيما حول فلسطين وسوريا واليمن والعراق وهو من عكس على خطاب الضيف الجزائري في طهران هذه المرة أيضا أنا جد مرتاح لما أفضت إليه محادثتنا اليوم من نتائج إيجابية وعملية تهدف في مجملها إلى إفاء حيوية كبيرة وزخم أكبر على علاقاتنا الثنائية التي يمكن القول أنها متميزة ومتألقة سياسيا تاريخ العلاقات بين البلدين مليء بالمحطات معظمها يعكس عمق الروابط على رأسها توسط الجزائر بين إيران والعراق عام 75 من القرن الماضي ووضع حد للخلاف الحدودي بين البلدين ورعايتها للمصالح الإيرانية في الولايات المتحدة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة عقب الثورة ودورها في الإفراج عن الرهأن الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية في طهران ووقوفها إلى جانب إيران دعما لحقها في الطاقة النووية ولعل الخطاب الذي ألقاه الإمام الخميني عقب عودته من باريس إلى طهران والدعوة التي وجهها للاقتداء بالثورة الجزائرية باعتبارها ربطت بين الجهاد الأصغر ضد الاستعمار والجهاد الأكبر ضد التخلف أفضل ما يعكس مقولة أن قادة البلدين يمثلان أبناء ثورتين شعبيتين حقيقيتين منذ قيام الثورة الإسلامية تلقى السياسات الإيرانية ترحيبا لافتا من الجزائر ذات الأرث الثوري موقف يقول الإيرانيون أنه يعكس استقلالية القرار الجزائري رغم شدة الضقوط الإقليمية والدولية على مدى العقود السابقة أحمد البحراني طهران الميادين ويبدأ الرئيس الإيراني الثلاثاء المقبل جولة أفريقية تشمل كينيا وأغندا وزنبابوي وذلك تلبية لدعوات رسمية من رؤساء هذه الدول الرئاسة الإيرانية قالت أن زيارة تأتي لتعزيز العلاقات وتنويع وجهات التصدير وخلق مجالات للتعاون سياسيا وتجاريا هذا وكانت إيران قد دعت رؤساء عدد من الدول الأفريقية إلى زيارتها كما توقعت أن يرتفع مستوى العلاقات التجارية مع أفريقيا إلى أكثر من ملياري دولار هذا العام يجري وفد صني برئاسة نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الصني في مقاطعة شينجيانجا لأييفي يجري زيارة إلى طهران لتعزيز التعاون الثنائي وخلال الزيارة عقد لي اجتماعات مع المسؤولين التجاريين الإيرانيين وأكد للسعداد لتعزيز الأفكار التي تسهم في التعاون بين البلدين فيما أمل رئيس تبادل الخبرات الدولية في العروم والتكنولوجيا بالمكتب الرئاسي الإيراني أمير حسين أمير عبادي بأن تخلق مثل هذه المحادثات مقدمة لزيادة العلاقات بين البلدين نصديف وفدا صينيا رفيع المستوى في بيت الابتكار والتكنولوجيا الإيراني كما هو واضح فأن التعاون في مجالات التكنولوجيا العالية يصب في مصطحة بلدينا لقد أجرينا محادثات جيدة مع صديقنا الصيني وأمل أن تخلق مثل هذه المحادثات مقدمة لزيادة العلاقات بين الشركات القائمة على المعرفة في إيران مع نظيراتها الصينية قالت وزيرات الخزانة الأمريكية جانيت ييلن أن محادثاتها في بكين أسهمت في الدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة من خلال وضعها على أسس أكثر صلابة وفي ختام زياراتها بكين والتي استمرت أربعة أيام التقت خلالها كبار المسؤولين الحكوميين أكدت ييلن دراكا واشنطن أن انفصال الاقتصادين الأمريكي والصيني سيكون كارثيا على كلا البلدين وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في العالم وشددت على ضرورة التزام البلدين بإدارة العلاقة بمسؤولية وفق تعبيرها هناك خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين تحتاج إلى التعبير عنها بوضوح وبشكل مباشر الرئيس بايدن وأنا لا نرى العلاقة بين بلدين من خلال إطار صراع القوى العظمى نعتقد أن العالم كبير بما فيه الكفاية من أجل الزهار بلدين لا نسعى إلى فك العلاقة مع الصين لأن ذلك سيكون كارثيا لكلا البلدين ويزعزع استقرار العالم وسيكون من المستحيل عمليا القيام بذلك نريد اقتصادا عالميا منفتحا وحرا وعادلا لاقتصادا مجزئا أو يجبر الدول على الانحياز تجري الصين طيلة الأسبوع المقبل تدريبات بالذخيرة الحية في خليج بوهي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد إدارة السلامة البحرية في مدينة تانكشان شمال الصين أصدرت بيانا حذرت فيه من دخول السفن إلى المنطقة المحددة ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى بشأن طبيعة التدريبات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد أعلنت كوريا الشمالية أن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية يعتبر قرارا غير عادل بيونج يونج أعربت عن رفضها قرار اليابان واستياءها منه ومن الدعم الذي حصلت عليه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبرته مؤشرا على تطبيق معايير مزدوجاء تفضل بعض الدول على حساب الأخرى في قضايا الطاقة النووية هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد قتل شخص وأصيب أخرون إثر عمليات طعن نفذها شخص في مدينة باد هونينغ غرب ألمانيا وفي مدينة جيسن غرب ألمانيا أصيب 26 شرطيا إثر صدمات مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقى إرترية وفق ما أعلنت الشرطة المحلية وأكدت الأخيرة توقيفها نحو 100 شخص بعد أن ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه إلى فرنسا التي شهدت عاصمتها ومدن أخرى أمس تظاهرات ضد عنف الشرطة رغم قرار الأخيرة منع تنظيمها في العاصمة فقط وصفها بأنها خرق للنظام العام وقد رصد نحو 30 تظاهرة شاركت فيها جمعيات ونقبات وأخزاب للتعبير عن الحداد والغضب وطلب المتظاهرون بإجراء إصلاح عميق في تقنيات تدخل الشرطة وتسلحها وتأتي تظاهرات بعد أيام من مقتل الشاب نائل وأعمال الشغب التي حدثت في البلاد ليسهم من يحددون الكلمة الأخيرة إنما نحن من نحددها نحن نتظاهر من أجل العدالة وضد عنف الشرطة نتظاهر من أجل الحرية والديمقراطية اليوم يتم انتهاك حريتنا اليوم لا يمكن لفرنسا أن تقول إنها دولة ديمقراطية لقد منعون من التظاهر الأسباب غير صحيحة قالوا إنه ليس هناك عدد كاف من رجال الشرطة وهذا أمر غير صحيح لقد رأينا اليوم أعداد كبيرة منهم الخارجية الفرنسية اعترضت على إعلان لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري واتهمتها بالمبالغة لسيما لاستخدام المفرط للقوى ضد المحتجين بيان الخارجية أوضح أن أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج من قبل سلطات إنفاذ القانون في فرنسا لا أسس له من الصحة وأن هذه السلطات تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية وشددت على أن باريس تحترم التزاماتها الدولية ولسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري نفى نائب وزير الخارجية في حكومة صنع حسين العزيمة أعلنه وزير النقل في حكومة المجلس الرئاسي المعين سعوديا عن بدء عملية الضخ والتفريغ من سفينة صافر النفطية الجديدة العزي قال أن سفينة صافر الجديدة لم تصل بعد وأن صنعاء ستعلن عن بدء عملية الضخ من السفينة فور استكمال الإجراءات وفي وقتها المناسب وكان وزير النقل في حكومة المجلس الرئاسي المعين سعوديا قد أعلن في وقت سابق عن بدء عملية إفراغ خزان النفط العائم صافر وأشار إلى أن العملية قد تستغرق شهرين حذر سياسيون من خطورة واضع العسكري المرشح للانفجار في حضر موت في ظل التحشيدات العسكرية المتبادلة بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي في سياق صراع النفوذ والسيطرة بينهما على المحافظة اليمنية النفطية تقرير أحمد عبد الرحمن على صفيح ساخن تغلي حضر موت كبرى المحافظات اليمنية على وقع انقسام الشارع بين ضفتي مجلسي الإمارات والسعودية استعراض للقوة وتجييش للجماهير وتظاهرات انفصالية متفرقة لأنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إحياء لما يسميه يوم الأرض الجنوبي ردا على تأليف مجلس حضر موت في الرياض وزيارة رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي للمحافظة الاستراتيجية النفطية كما يقول سياسيون التوتر بين السعودية وحلفاءها والإمارات وحلفاءها نتيجة طبيعية لتطورة السياسية الموجودة في الجنوب تشكيل المجلس حضر موت الوطني في الوقت الذي يتحدث عن تسوية سياسية متكاملة في الجنوب تعكس تقاطع في المصالح بين السعودية والإمارات شد وجذب يتصاعدان بين الحلفاء وصراع النفوذ والسيطرة على حضر موت يدخل منعطفا جديدا وسط تحشيدات وتعزيزات عسكرية متبادلة أجواء تنذر بجولة صراع جديدة بين الشركاء التوتر المابيل الانتقالي أو الإمارات والسعودية أمر طبيعي جدا وهو مصطنع التحالف هدفه الأساسي هو اليمم بشكل عام والجنوب بالشكل الخاص وشبوه وحضر موت بالشكل الخاص تحركات سبقها تهديد قيادات في الانتقالي باقتحام المنطقة العسكرية الأولى في سيئون وتأكيد أن جميع الخيارات العسكرية مطروحة وهو ما رد عليه رئيس الأركان في حكومة مجلس الرئاسة صغير بن عزيز بمطالبة قيادة المنطقة العسكرية برفع الجاهزية القتالية لمواجهة ما سماه التحديات الطارئة طبول الحرب تقرع في حضر موت جنوبية شرقية اليمن والأنظار تتجه إليها كساحة سباق ونزال جديدة بين شركاء الحرب والدمار أحمد عبد الرحمن صنع الميادين الحرب السورية في عقدها الثاني والعقوبات الغربية مثلت عاملين رئيسيين دفع الشباب السوري إلى البحث عن تحقيق طموحاتهم خارج الحدود في رحلة تصف برحلة موت بفضل الشباب خوضها بحثا عن مستقبل أفضل في الدول الأوروبية تقرير رضال باشا بنى الشباب الحلبي خاصة والسوري عامة آمالا كثيرة على تحرير هذه الأسواق في حلب العمل وإعادة الإعمار وانتهاء سنوات الحرب دفعت الكثيرين للبقاء أحلام وآمال بدأت تغرق على متن زوارق الموت الباحثة عن طريق لها إلى الدول الأوروبية مطلع 2017 كان نزار قد بلغ السبعة عشر ربيعا من عمره حلم كثيرا بتحرير حلب وهو طالب يستعد لدخول الحياة الجامعية أحلام العمل والدراسة يراها اليوم خارج حدود بلاده بسبب العقوبات الغربية أدرس بكلية الاقتصاد سنة ثانية وبشتغل بتركيب الطاقات الشمسية نحن شباب عم نفكر بسفر لأنه موضوع السفر هلا بهذا الوقت اللي نحن عايشين فيه بالوضع الحالي هو صاير الوجهة الوحيدة اللي أنا نضمن فيه مستقبلي كشب ولتجاوز هذه العقوبات وتأمين مستقبله بدأت تراويده أحلام خارج الحدود وتبدأ بتعلم لغات دول أوروبية كالألمانية والفرنسية والإنجليزية طبعا بالمركز هون عم ناخد اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الروسية طبعا كل اللغة الألمانية طبعا أكيد طبعا الأشخاص كتير بحبوا يحسنوا صراحة أكتر فئة هي فئة الأشخاص ما بين 25 إلى 30 سنة حتى أقل من 25 تقريبا 22 سنة لنقول 30 سنة أغلب الأشخاص عم يجوا تعلموا إنجليزي لأنه مفاكرين بالهجرة لبرى سوريا الدراسات غير الرسمية كشفت أن قرابة 80% من الشباب السوري يبحثوا عن الهجرة 60% منهم يبحثون عن استقرار بعيدا عن أجواء الحرب في حين شكلت العقوبات الاقتصادية سببا دفع أكثر من 90% للبحث عن مستقبل لهم خارج البلاد أول شيء أهم الشيء ما فيه تساوي فرص يعني اليوم مثلا واحد بدرس ماجستير بدرس دكتوريا آخر شيء مثلا بصير معيد بالجامعة أو بصير دكتور من قديرها طبعا منعت العقوبات الغربية دوران عجلة الاقتصاد واقع دفع الشباب للبحث عن طريق الوصول إلى أوروبا 20 ألف دولار أمريكي بات رقما يراهن عليه الشباب السوري ليؤمن لهم بوابة العبور إلى ألمانيا التي تشكل اليوم الوجهة الرئيسية للشباب الباحثي عما يفتقده في بلاده رضا الباشا حلب الميادين إلى تونس حيث أكد الرئيس قيس سعيد أن المهجرين يلقون معاملة إنسانية في بلاده وأن قوات الأمن قامت بحمايتهم كلم سعيد جاء خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودا نمضان في قصر قرطاج حيث أضاف أن تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وأشار إلى أن المهجرين الذين هم في الواقع مهجرون لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم إلا لأنه جرى تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية وفق تعبيره وبقرار من الرئيس التونسي أعفي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديد من مهامه وذا بذلك تعمل الهيئة حاليا بأربعة أعضاء من أصل سبعة قرار يأتي في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم الانتخابات المحلية تقرير عماد جتارة شكرا سيد الرئيس في خطوة أولى أبعد ماهر جديد عن خطة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليتم أعفاؤه لاحقا من عضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية على إثر طلب من رئيس الهيئة زكاه باقي الأعضاء بذريعة مخالفة جديد واجبي التحفظ والحياد ما يحول دون حسن سير عمل المؤسسة الدستورية هي هيئة دستورية ومستقلة وعضاءها يفترض فيهم الحياة والتحفظ والاستقلالية وراهي الهيئة مش فضاء لممارسة السياسة يعني كل من يرغب في تعاطي نشاط سياسي ما لي إلا يتعطيه في مكان آخر خارج هيئة الانتخابات إبعاد ماهر جديد يأتي إذن على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها سير أعمال الهيئة ودعا من خلالها إلى مراجعة المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتنقيحه وتأتي تصريحاته في سياق سياسي توجه فيه سهام النقد إلى عمل الهيئة والمسار السياسي القائمي إلى درجة التفعت معها المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة الخلاف ليس حول بعض الأشخاص وحول مهماتها ولكن حول المسار السياسي كلها إذا تمسكت الهيئة رئاسة الهيئة والسلطة بالهيئة الحالية فيصبح سد الشهور عملية بسيطة جدا لأنه سيقع بقرار رئاسي بغض النظر عن أسباب إبعاد جديده والسياقاته السياسية تعمل هيئة الانتخابات حاليا بأربعة أعضاء من أصل سبعة وهي مدعوة إلى العمل على إنجاح تنظيم استحقاق الانتخابات المحلية والرئاسية لاحقا أداء هيئة الانتخابات تحت رقابة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وضعف الإقبال في الانتخابات البرلمانية السابقة في الحسبان فيما تستعد البلاد إلى تنظيم انتخابات محلية من شأنها أن تفضي إلى تركيز الغرفة الثانية للبرلمان ما يستدعي بحسب مراقبين الإسراء بسد الشغوري وحسن الاستعداد للمواعيد المرتقبة أعمى تشترى تونس ناقش الرئيسان البرازيلي لويس إناسيو لولادا سيلفا والكولومبيوس سافو بيترو التنسيق الإقليمي لمكفحة إزالة الغبات وحماية غبات الأمازون المطيرة وفي اجتماع نوقد في مدينة لتيسيا الأمازونية بكولومبيا دعا لولادا سيلفا إلى تنسيق إقليمي وعالمي أفضل وشدد على أن حكومتهم ملتزمة بالقضاء على إزالة الغبات غير المشروعة بحلول عام 2030 كذلك دعا الرئيسان الدول الغنية إلى تقديم أموال لمساعدات دول أمريكا الجنوبية في الحفاظ على غبات الأمازون التي تعتبر أساسية لمكفحة تغير المناخ العالمي إن حكومتي ملتزمة بالقضاء على عمليات إزالة الغبات غير القانونية بحلول عام 2030 هذا التزام يمكن أن تتحمله دول الأمازون معا في قمة بليم المقبلة هناك الكثير من العمل الذي يمكننا التعاون فيه من الضروري لجميع البلدان أن تكافح الجوع في منطقة الأمازون إنها واحدة من أكثر المناطق التي تعاني عدام الأمن الغذائي اليوم يستمر نهج إنقاذ تلك الغبات لإنقاذ الأرواح مع مناقشة كم سيدفعون لنا مقابل ذلك لماذا لا نفعل شيئا نفسه كما فعل هؤلاء في الشمال قضى سكان الشمال على الغبات وقتلوا السكان الأصليين هل هذا التطور؟ هل علينا أن نفعل شيئا نفسه؟ أم أن هناك منظورا مختلفا تماما يظهر؟ هناك نوع آخر من التطوير يتعلق بعدم قطع الأشجار المحافظة على الإرث الوطني والتعريف بالهوية التراثية الفلسطينية هو ما تسعى إليه مجموعة من الفنانين التشكيليين في غزة اطلقت مبادرة لإعادة إحياء فن الفوسيفساء الذي بدأ بالانتثار خلال العقود الماضية تقرير أكرم دلول التعريف بالهوية الوطنية والتراثية الفلسطينية عبر أساليب فنية مستحدثة كتطويع الفوسيفساء مبادرة اطلع بها فنانون من غزة أخذوا على عاطقهم المسؤولية عن إعادة الحياة إلى فن تاريخي عريق بدأ بالانتثار خلال العقود الماضية عملنا اليوم هو هدف إحياء التراث الثقافة الفلسطينية في فلسطين عامة وفي غزة خاصة تم اختيار مشاهد فلسطينية مستوحى من تراثنا بتحكي عن المرأة وغزن الزيتون طار الشمس الفلسطيني الساحل البحر مهمة إنتاج هذه الأعمال واللوحات الفنية المستوحات من الفوسيفساء لا تبدو أمرا سهلا لكن ونظرا لأهميتها يعمد القائمون على المبادرة على تدريب جيل جديد بات يبدع في المسجد بين الفن القديم والذوق الحديث موسيقى إحنا بنستخدم في صناعة هذه اللوحات مجموعة من الخزف والسيراميك لحتى نحافظ على تراث أجدادنا بدنا في تدريب جيل جديد لحتى يحافظ على التراث من بعدنا هذا الفن القديم فيه ناس نسيته بس إحنا ما نسيناهوش إحنا قلنا نتجدد فيه منحاول أنه نكون هذا الفن بارز للقضية للتاريخ الفلسطيني يعلمونا يا أجدادنا وحطوا على أنه نتعلمه وبيعكس هذا الفن تراثنا وأيام زمان فعشان هيك إحنا بنحث أنه الأجيال يتعلموا كبر وصغير موسيقى بشواهد التاريخ تعاقبت حضارات عديدة على فلسطين وتركت آثارها فيها ما يعني أن هذا البلد غني بالفسيفساء التي تطلع هؤلاء إلى توفير إمكانات التنقيب عنها باعتبارها كنزا تاريخيا مهما أكرم دلو الغزة الميادين والآن إلى موجز الرياضة في هذه النشرة مع الزميل مايك شالهوب مايك مرحبا مرحبا أحمد موجز مخصص للألعاب العربية في الجزائر تفضل كل التفاصيل معك موسيقى أهلا بكم مع ختام اليوم السابع ضمن دورة الألعاب العربية أضافت الجزائر المضيفة أربع ذهبيات كلها في السباحة بواسطة جواد صيود ورانيا نفسي وأمال مليح إضافة إلى ذهبية فرق التتابع أربع مرات مئتين متر حر للرجال مجموعة ميداليات البلد المضيف أطحى سبعا وثمانين بينها ثمان وثلاثون ميدالية ذهبية البحرين ما زالت في المركز الثاني مع أنها لم تحرز أي ذهبية أمس وبقيت على أربع عشرة لكنها تبتعد بسبع ذهبيات عن أقرب منافسيها المغرب صاحب المركز الثالث سوريا رابعة بست ذهبيات مقابل خمس لتونس التي حصدت حتى الآن ثمانية عشرة ميدالية فضية ومثلها برونزية واكتفت مصر بخمس ميداليات فقط كلها ذهبية وهي تحتل المركز السادس أخيرا تتساوى فلسطين وقطر في المركز السابع ولكل منهما أربع ذهبيات وفضيتان وبرونزية اكتمل عقد المربع الذهبي من مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب العربية مع ختام منافسات الدور الأول الجزائر المضيفة تصدرت المجموعة الأولى بعد فوزها على لبنان بهدفين نظيفين لعبد الصمد بناصر وعبد الغني بوعلام سرير الخضر رفعوا رصيدهم إلى سبع نقاط أمام منتخب السودان صاحب النقاط الست ليتأهل المنتخبان معا إلى الدور نصف النهائي يذكر أن السودان ضمنت تأهلها بعد فوزها بهدفين نظيفين أيضا على سلطنة عمان وعن المجموعة الثانية بلغ منتخب سوريا الدور ما قبل النهائي بفوزه على موريتانيا بأربعة أهداف لاثنين وكان المنتخب السعودي قد تأهل أيضا في افتتاح الجولة الثالثة بفوزه على فلسطين بهدفين لواحد ورفع منتخب السعودي المشارك بفريق لللاعبين ما دون تسعة عشر عاما رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سوريا المتصدرة وفي نصف النهائي المقرر يوم الثلاثاء اصطدمت السعودية بالجزائر صاحبة الأرض والجمهور فيما يلعب منتخب سوريا أمام السودان في مسابقة الكرة اليد فرض منتخب الجزائر التعادل على نظيره العراقي الشوط الأول انتهى لمصلحة أصحاب الأرض والجمهور بفارق هدفين لكن أسود الرافدين قدموا مباراة كبيرة في الشوط الثاني وفرطوا بفرصة تحقيق الفوز فانتزع الخضر التعادل في اللحظات الأخيرة وتقاسموا مع الضيوف النتيجة بواحد وعشرين هدفا لكل منهما العراق حصد نقطته الأولى في البطولة وتنتظره مباراة مهمة مع الأردن يوم غد الاثنين الذي سيشهد مواجهة بالتوازي بين قطر والسعودية المنافسات في الكرة الطائرة ضمن الألعاب العربية تحولت إلى بطولة عربية مصغرة سواء لدى الرجال أو السيدات المنتخب الجزائري يتصدر المشهد أيضا بين الفرق العربية الخمسة المشاركة فيما يلاحق العنابي القطري المنتخبات الطامحة للوصول إلى الدور النهائي غابت كرة الطائرة العربية عن هذه القاعة متعددة الرياضات حرش حسن أحد أعرق المنشآت الرياضية الجزائرية احتضنت منافسات أولمبية عالمية كرة الطائرة للرجال تشهد منافسة شرسة بين الفرق العربية المتسابقة نحو الذهب بطولة هنا خمس فرق كلهم منافسين مع بعض وبطولة طبعا كثيرة ومعروفة ومنتخذنا كأول مشاركة في الفريق الثاني فالأداء هذه الحمد لله ربنا وفقنا اليوم والحمد لله في البلد الكبيرة الرائعة الجزائر فإن شاء الله بالعكس أداء جميلة لكل فرق فرق كلها قوية كل فرق مستواتها قوية وكل واحد ينافس يفوز ولكن إن شاء الله سنعود ونرجع مرة ثانية ونفوز برغم الغياب الكبير لفرق عربية مشهود لها بالمنافسة وحصد الألقاب في كرة الطائرة فإن المشاركة القطرية والجزائرية والفلسطينية تصنع المنافسة في بلد يسعى إلى إعادة بعث الألعاب العربية وتطويرها أن تحضر ألعاب العربية من هذا الحجم وبهذه الروعة وبهذا التنظيم أن تجمع الوطن العربي في حضن الجزائر فهذا ليس بغريب عن وطني الجزائر عن الجزائر التي هي اليوم وجهة الأحداث الرياضية الكبرى بعد الألعاب البحر الأبيض المتوسط وكاس إفريقيا للمحليين وغيرها من الأحداث لكن الألعاب العربية وعودة الألعاب العربية أعتقد هذا منعرج آخر لرياضة الجزائرية العربية لكي نصل إلى ما نصب إليه جميعا كيف لا ونحن ليس ببعيد عن الألعاب الأولمبية إلى قرابة السنة باريس 24 هو موعد للتجمع موعد لقياس التحضير لهذه الأولمبيادة المرتقبة وموعد كذلك لكي نلتقي لكي نحتفل بعروبتنا ونحن في أحضان الجزائر وتشهد الرياضات الجماعية إقبالا وتفاعلا من طرف الجمهور الجزائري والعائلات المنتشية بقوة الأداء وصلابة العظيمة بطولة عربية مصغرة تجمع خمس منتخبات عربية يتأهل الأربع الأوائل منها إلى دور النصف النهائية لم يؤثر غياب فرق عربية أخرى على منافسات كرة طائرة رجال وزادهم عزما على التحضير ورفع مستوى المنافسة إلى مداها سوفيان مراكش العاصمة الجزائرية الميادين ويبقى معنا مراس الميادين في الجزائر سوفيان المراكشي الذي يتابع منافسات المبارزة مرحبا سوفيان يعطيك العاكي على هذه التغطية الأجواء من عندك لو سمحت أهلاً مايك نعم الأجواء رياضية بابتياز عربية على أرض الجزائر وتتواصل هذه المنافسات الأولمبياد العربي بمختلف المنافسات الرياضية اليوم تنطلق المصارع الإغريقية الرومانية بالقاعة البيضوية للمركب محمد بوبياف وتتواصل في هذه اللحظات المنافسة كذلك في هذا المركز المركز الرياضي نسوي بن عكنون في رياضة المبارزة الشيش رجال وكذلك السيدات في رياضة المبارزة واختصاص الحسام هذه المرحلة هي مرحلة المجموعات حيث تتنافس في هذه اللحظات الفريق السعودي والفريق الإماراتي من أجل تحقيق ألقاب في البطولة العربية المنعقدة هنا في الجزائر من بين الفريق التي سجلت حضوراً لافتاً ومشاركة قوية فرقية العربية الفريق الكويتي حيث ينضم إلينا على المباشر أحد اللعبين الكويتين وهو بطل آسيا بندر شملان مرحباً بك بندر كيف تقيم المشاركة الكويتية في الألعاب العربية الجزائرية وكيف ترى عودة هذه الألعاب بعد غياب طويل أول شيء أعطيكم الصحة أول شيء إحنا الحمد لله جايين باستعدادات من بعد معسكر بيطاليا وإن شاء الله قادرين على هذه البطولة إن شاء الله وإحنا حاطين أملنا أن ناخذ ذهبية بإذن الله إن شاء الله والله إحنا انبسطنا أنها صارت البطولة بالجزائر وانبسطنا أنها ردت البطولة للدورة العربية بعد غياب من 2012 الكويت السعودية قطر دول خليج تنافس على أرض عربية في الجزائر وتحذر لبطولات الأولمبيادة المقبل بعد أقل من سنة في باريس هل هي فرصة لكم كعرب أن تلتقوا الفرق العربية في بعضها البعض؟ أكيد فرصة كبيرة وفرصة حلوة أنك تصادف ربعك اللي من قطر أشقائك من السعودية أشقائك من الإمارات من الجزائر من تونس يعني صادثنا كل المنتخبات وفرصة حلوة أنك تقابلهم وتصادفهم قبل البطولات الثانية أدودكم وافرة في حصد القاضر؟ والله إن شاء الله بإذن الله فيه لنا إن شاء الله مداليات بإذن الله كل التوفيق أخوي بندر إن شاء الله في هذه المنافسات التي تواكبها الميادين في هذه التغطية مايك شكرا لك سوفيان المراكشي مراسل الميادين في الجزائر على كل هذه المعلومات واستكون معنا خلال هذا النهار دسيما في التغطية المباشرة عند الرابعة بتوقيت القصة الشريف شكرا لك سوفيان إلى هنا نأتي إلى اختمة فقرة الرياضة الخاصة بالجزائر أحمد يعني بين هلالين سوفيان قال لي تحت الهواء بأنه مادة الرياضة ونتيجة ما يتابعه في الدورة العربية بدأت تجذبه الرياضة أكثر وهو يستمتع بهذا العمل واضح على كل حال صحيح وهو نشيط جدا يعني سوفيان يطل يوميا مع ضيوف مختلف أنحاء الدول العربية بهذا العرس الأولمبي العربي يعطيكم العافية في قسم الرياضة شكرا جزيلا لك مايك شالهوب ونحن وصلنا إلى ختام هذه النشرة ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الانترنت الميزين دوتنات باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء